تطويبات اللي علمنا إياها الرب يسوع المسيح من إنجيل متى أو صاح الخامس وصلنا لعدد خمسة والرب يسوع المسيح له كل المجز بيقول طوبة للودعاء لأنهم يرثون الأرض تكلمنا قبل مدة عن كلمة التطويب أو الطوبة هي باليونانية معناتها ماكريوس واللي بتقصد والفكرة من المسيح يقول هنجالة محظوظ هذا الشخص من هم السعداء من منظور المسيح السعداء من منظور المسيح هم المساكين هم الحزانة هم الجياع والعطش والمضطهدون والمطردون طوبة للودعاء ما معنى تكلمة وديع الوديع هو الشخص اللي بيعترف بخطيطة وما يلوم الناس إذا تكلموا وقالوا الحقيقة عنه هو ممكن أي واحد بينا بيعترف بزلة أو خطيئة معينة قدام الناس لكن الإنسان العادي ما يستحمل اللوم من الناس عكس الوديع الوديع ما يتأثر بكلام الناس ولا باتهامات الناس إله هو بيعترف بخطيطة المسيح النان بيطوب وديقول هنيال الشخص اللي وصل لهالمرحلة الودعاء هي عكس البر الذاتي الودعاء هي الثمر الروح القدس لكل المؤمنين وليس للبعض فقط أي أرض سيرثها الودعاء من يجي المسيح ويمتلك على الأرض الجديدة والسماء الجديدة سيرث المؤمنين الودعين مع المسيح الأرض ويمتلكونها وماكوا واحد رح يقدر ياخذ هالأرض من ألهم احنا بنجيش في عالم حروب على مود الأرض وعلى مود الممتلكات وعلى مود الموارد الطبيعية اللي موجودة لكن رح يجي يوم يكون عندنا أرض أبدية سماوية وقت اللي بيجي المسيح وبياخذ أولاده اللي عدهم هذا ثمر الودعاء بحياتهم إذا أنت عندك مشكلة بهالموضوع وبتعاني بسبب بتمر بقداسة أو قداسة مشوهة بحياتك بر ذاتية بر ذاتي خليه صلي وياك أنه رب يفتح قلبك ويغيرك يا رب يسوع صلي من أجل كل شخص بيتابعنا كل شخص يا رب يعترف أنه عنده مشكلة مع بر ذاتي أنطينا يا رب أن نكون ودعاء أنت يا رب قلت عن نفسك أني وديع ومتواضع القلب وقت اللي تهموك يا رب أنت مدافعت على نفسك ساعدنا يا رب أن نعيش الودعاء مثلك بإسم المسيح يسوع صلي آمين آمين والربي باركك ترجمة نانسي قنقر